اشتركوا في القناة تابعة حلقة اليوم من بتحلل حقيقة حقيقة أنه عيد الميلاد قطع ولكن التجهيزات والتحضيرات بعدها بأوجه خاصة التحضيرات الروحية يلي ما لازم ننسيها أبدا بخضام العجقة عجقة العيد يلي أكيد كتير حلوة هاي كارلا كيف تحضيراتك لأستقبل السن الجديدة؟ الحمد لله عفاف منيحة من دايما منفكر أنه أنا نشيل كل شيء سيء بالـ 2016 ونستقبل 2017 بنفسية حلوة يكون كمانا متسامحين أشخاص اللي زعلنا هون نروح نسامحون وهني كمانا يسامحونا أيضا إذا نحنا اغلطنا بحقهم يعني في كتير أمور بتفكري فيها سبحان الله بهالجمعة بتحس هيك كل حياتك عم تمرق قدامك بتراجع حساباتك أكتر بتفكري بأعمالك قليل السنة كمانا من راجع حساباتنا نحنا شو أكلنا عكر السنة أكيد قد نصحنا كمانا هالفترة ومش غلط أنه نهتم بحالنا قبل العيد وبعد العيد فكربل هيك مشاهدينا اليوم رح نستقبل سوا توني بيكملوا بعضهم بالحياة وبالشغل أيضا تعيونوا فنجحوا نستقبل سوا أكس مستر لبنون ربيع الزين وأيضا عقيلتو دكتور أنجي كاسابي أهلا وسهلا فيكم معنا بتحلال لحياة ربيع ودكتور أنجي أهلا وسهلا فيكم أنتو مثل ما بيقولوا الألسوني أنتو بتكمل بسبور وهي بتكمل بالأكيد مثل ما بيقولوا أسستوا شغل ونجحتوا كثير مع بعضكم الحمد لله أنجي حضرتك طبيبة وأيضا بيستشيروك كبار الشخصيات عم نحكي سلا بريتيز حول العالم وهلأ رح نفوت أيضا بالأسامة وأيضا كمانا ربيع كمانا مثل ما ذكرنا أكس مستر لبنون وبرسونل ترينر كما لهيك بتكملوا بعضكم بالشغل أنجي ليديس فرس كما بيقولوا والمدام كمان مش حدا أنجي خبرنا من السليبريتيزين اشتغلت معهم بلشت أكيد برّ أنا كتعيش برّات لبنان وديهم في تقريبا بأمريكا ومن قبل ثلاث سنين جاية اشتغلت مع كثير سليبريتيز من هوليوود من سباستر ستلون جيسون ستيثم أرنش والسينيجر أفلين غوريا بريتني سبيرس أكثر من الأشياء أكثر من الأشياء لأنهم يريدون تدريل وتضبيط قبل الموذيز وشوية تحديلاتهم يكونوا تقريبا سبعة شهر قبل التصوير نعم أعمل نشوف صورك معهم ومال جيبسون أعمل تقريبا سبعة شهر قبل التصوير مثل 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 أول أكثر 300 300 300 كرمال هيك نقايت ربيع لأنه كان ربيع لازم يكون بفيلم 300 ربيع أنت مش بس حصلت على لقب مستر لبنان أنت كمان وصيف أول بمسابقة ملك جمال العالم لعام 2015 وأيضا مدرب رياضي كما ذكرت كارلا كيف خطر على بيكم تأسسوا هالشغل سوا؟ هي بلشت كل شي بالحياة صدفة ودايما بتكون جماليتها لما صدفت جمعنا صار في تعارف بسيط أنا وأنجي وسأبت أنا شغلي كلياته يعني إضافي للإعلام كمان كان بالسبور وهي شغلة بالضايت وبالهالفود وهالقصص كلياتها اتفقنا نحنا أول شي كاثنين كابل شوي شوي صارت القصص تكبر بيناتنا وصرنا قلنا يعني شغلنا صار بيكمل بعضه دايما بالحياة الجسم الحلو هو مش بس هو عبارة عن رياضة هو رياضة وغذاء سليم بنفس الوقت لحتى يكون في نتيجة حلوة رح نشوف سوا بلاير هلأ بيخبرنا أكثر عن شغلكون سوا؟ يا يا ما فسلوب الارغانية يعني من هناك انا سار في قصة غرام من بعضه وسأقوم بالزواج وما نقولك معبروك شكرا مبروك لشغلتين مبروك لشغلتين مبروك لشغلتين نقيتوا الاسم ولا بعض بعضوا بكير هل لديك أشخاص؟ أشخاص 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 أشخاص؟ بعد مسهر وثلاث شهر نعم هذا وبعد بكير نشوف كمان بإذن الله ألف مبروك كمان للزواج خبرونا كيف نغرمتم ببعضكم أول شيء حكينا عن الشغل حلو الغرام يمكن لأن أنا جميلة لعملي كثيرا أحب شغلي وكان هو شوي بالفكرة معي أنا كثيرا أحب شغلي كثيرا أحب شغلي كثيرا أحب شغلي فحبيت طريقة تفكيره بالمبروك لأن الإنسان أطعب شي عنده وهي شغلتين أنه ينزل على الجم يوقف أكل لأنه كل مرة متحاول أن أجل على الجمعة إلى الجمعة هو من النوع اللي يجب أن يجب الناس أنه عملوا مبروك حتى لو بالبيت لو طلعتا على الدرجة ثلاث مرات ستكون أنجزت بهذا نهار تحسي حالك أنه ينزل على الجم بكل ما معنا وقت نعمل تن منتس نحسي حالنا أنجزنا بهذا نهار نفس الوقت كمان بالضايت أنا ضد كل شيء اسمه حرمان وضد كل شيء اسمه وقفة أكله أو ما أريد أن أكل برغر أو ما أريد أن أكل شوكولات أو ما أريد أن أكل فاتي لأن الإنسان بكل شيء نأكله حوالينا وبكل شيء ملوث الأسف حوالينا وبطل في شيء نقول عنه حياتي حياتي يعني بالسبور لازم يكون لأنه ما في نتيجة بالنهاية يعني حتى الناس بيتمرنوا معي في ناس بيقولون أنه حتى أنه هنهار ما بدي يشوفوني لأنه راح يتعبوا كتير بس دائما أنه إذا ما في طعب ما في نتيجة بالنهاية والشخص اللي ما يتعب على القليل مثل ما قالت هي لو حتى 10 أو 15 منتس بتظل أحسن من أنه شخص ما يتحرك بالمرة وفيه بنافتس برجع بقول أنه بين الإنسان والسبور فيه يعني يعني هو ما يعمل بينه وبينه يعني ربيعي أنت لما تكون عم تدرب يعني دائما تريني بتقول ما أكلت ما أكلت بتكون صارب معه أو تحسس الأوقات أنه لا فيك تخطي شوية تمرج من الزعبة لا أكيد ما في حياتي لا فيك تقولي كيف يكون ترينيج بيني وبينه ممنوع تحرم أي ترينيج عندك من الأكل لأنه أنا أنا جدا أنا جدا أنا جدا لأن الإنسان قبل ما أوصل على الستوديو حدا سألني أنه أنا لا أعرف أين مشكلتي بأكل بس تربيئة أو بتعشى مشكلتك هون بعقلاتك لأنه نحن منحاول نسهل حالنا ونهرب بين منحاول من الحجة نحن نقول منحاول حجة أو حل أنه هو السبب الذي ننصح أو أنه مشكلة صحية لا لا أبدا إنه منحاول يعني بتبسط الأمور على الترينيج أنه كله بيقاتي دايل وعملوا سبور قد ما بدكون أكيد طبعا أنا خاصني بالسبور أكتر أكيد بعطيهم نصايح وهيك بس ما في يعني الشخص لحتى تحرمي من شغلة بيكون بدي عمال عكسة تماما بالعكس لما يكون في شخص مرتاح وعم عم بشوف انتراكشن كتير بوزيتف بضلوا ماشي يعني بس شاين لكن رح نشوف بعد بلاير كيف تتمرنوا السوا ما بعرف إذا بالهانيمون كم أنا صورتوا كم ضدوا رح نحضروا السوا شكرا شكرا ربيع عادة البرسونال ترينر قدي بينصح تريني أنه يعمل ترينيك خلال الأسبوع يعني في منهم بيقعدوا كل يوم بالجيم ثلاث ساعات ما بعرف قدي هي مضبوطة أو هل أستغرب إذا بقولك أنه أنا ما بنصح كل يوم ثلاث ساعات وما بنصح حتى كل يوم ساعتين أنا بنصح أنه قدي شخص قادر أنه يعمل بالنس بين أكله وبين اللايفستايل وبين السبور وبرجع بقول أنه أنا بفكر كثير لبعيد كرمال هيك منعرف أنه نحنا بالمفاصل تقول الجسم ما فيه مواد هذه تخدمنا لعمر معين فحرام أنه نحنا نتعبه بفترة كثير صغيرة بتشوفه حتى بالمترتيز العالم بل يصير عندهم انجيريز هذه الشغلة اللي أنا بجرب أحمي حتى اللي بعطيها بجرب أحمي كثير المناطق يلي معرضة أكثر وحساسة ترميله حتى الركب واللورباك والشولدرز والألبوز هذه القصص كثير بحمية وما بنعمل البرشر عليها حتى يضينا جزينا بهذا الانتنسيتي اللي نقدر نشتغل لفترة طويلة يعني ثلاث ساعات بالأسبوع مليحة ثلاث ساعات فينا أربعة أو خمس ساعات بالأسبوع يعني خمس مرات كل نهار ساعة أو إذا ما قدرين نصف ساعة بتظل إذا فيها تمرين بطريقة معينة أحسن أكيد من أكيد برجع بقول أنه اللي بيساعدني هي الطريقة الأكل هي اللي بتساعد الشخص أنه ما يكون بحاجة كثير للا لا يأخذ النتيجة كمانا أنجي أنا بيسألك سؤال لأزا داياتيشن لأنه بفتكر كمانا يمكن ربيع في ساعدنا في مناطق ما فينا نخسر فيها وزن مرات تأخذ هي فينا نخسر بس تأخذ يعني هذا أكثر سؤال حدا بيسألني بدي أضعف مئة بالمئة في مناطق بتعذب الإنسان لكي يضعف حقالك للا لأنه هيدا بيكون فات يعني هيدا في ناس بتنصح أكتر بإيديا في ناس تنصح أكتر ببطنة في ناس على وراكة فهيدا فات موجودة من زمان نحن نحاول نضعف نضعف طبيعي من المناطق التي نحن ما بدنا نضعف نحن نضعف أول شيء وشنا ثاني شيء المناطق التي لا يوجدها فات لأنه سنضعف ومسكس نحن نضعف الفات لنقدر نضعف الفات ما فيك تحرم جسمك من الأكل بدك تكون عم تاكلة بس بدك توقفي لقمة شيء نقوم بسيطة لقمة شيء ونبدأ نأكل شوية بنظام أكتر يعني يكون عنا تربيئة غدا عشاء نأخذ واحد أو دو سناكس بس ما نأخذ ننستوب لا ما شيف بدي دو بس نجرب بدي مباعي كل هذه القصص اللي بتمرق بالنهار يكون عنا فستق من ريستوران مثلا نأكل فستق قبل ما نأكل هذا أكل نحن ممنح سبله حساب وممنح تبرو أنه أكلنا في المناطق فأكيد فينا نضعف بالمناطق اللي نحنا بدنا إياها طالما نحن ناكل صح أكيد إذا عم نعمل وركات 100% تنزل من المحلات الانتبريكية أكيد إذا كانوا مع بعضهم يعني مش بس نخفف أكد بيكون في سبار بيكون مركز على النقاط الضعف بيالي بكل واحد وإذا عم نعمل صح لأنه أوقات بيكون عندنا مشاكل بالوراك بس نحنا ما عم ندرب الأبر بادي فقد ما ضعفوا الوراك بيضلوا في نقش ما في سيماتريا لأنه بيكون هون ما في فوليوم بالمرة فأكيد من يطلق غلط الشكل هون شغل الترينير هون شغل الترينير هون شغل الترينير هون شغل الترينير يعني أنت ممكنت صاحب الدايت يلي بيقولوا كل ساعتين الواحد لازم يأكل لأنه بيشنغل الميتابوليسم أكتر هلا كل ساعتين لازم نأكل كل ثلاث ساعات تقريبا من ثلاثة والأربع ساعات لما يكون عنا ترويئة غدا وعشا فقط نعمل فوض لأنه هذا شيء مضر لأنه إذا ما معنا كاربز إذا ما عم نأخذ كاربز ما عنا كاربز ما عنا كاربز ونفس الوقت يصير بيوت السكر عنا فبيصير نطلب شغل أكتر فكثير عالمين اللي ما بتحب الحلو لما توقف الكاربز يصير بتاكل حلو كثير أكتر مرات نحن نوعى بهك أخطاء نلتهي من الشخص والدرات نلتهي ونجوعي كم نصير منعكل كرمان بلكي لأنه ما في شيء بالنس يمنعوا الشيء بأماما ممنعوا الشيء ربيع ربيع من قلتك ألف مبروك لأنه كمان عم ندخل تجربة يمكن تجربة جدا مهمة بحياتك ومسيرتك المهنية أخذ دور بطولة على شاشة الام بي سي بمسلسل البيت الكبير مع أهم الممثلين كيف كيف صارت هذه الخطوة وكيف كمان لأمت بهالبطولة بمسلسل كتير كبير أنا إضافة لدراسة بالإعلام كمان درست المسرح فكمان التمثيل يستهوينه ولقى بالجمالة كمان يلعب دور فكان في ترشيح لعدد ممثلين وبدون شخصية من لبنان كونه المسلسل بيحكي عن معظم الجنسيات العربية فكان بدون من لبنان وكان بدون شخصية شاب حلو وأكيد يكون عنده أداء وشكله عربي أيضا كمان وشكله عربي صح فوقع الاختيار علي والحمد لله كان تجربة حلوة كأول عمل وكان دور بطولة حبيت كثير الشغل وكان تصوير المسلسل بإنطاليا بتركيا كمان ومثل ما أنت قلت نخبة مع ممثلين من الوطن العربي إن شاء الله يعني هذا الفيدباك بدي أخذه من العالم هلأ عمي العرض المسلسل على الان بي سي نعم والفيدباك كيف عم بيكون له هلأ؟ هلأ الأهل ما أنا ما بوسق برأي أهلي لأنه دائما بجامله مجروحة بكون الشغل وراية لأنجي عادة تنكين بيكون أنا كنت على البرت من التصوير فأنا أنا كنت جيدا مجروحة أكتش هيدر أنا لازم أنه لا مش حلوة يمكن أغرتك طالعا مهموني في غيري تفكري أنك تمثلي وتخوضي تنجي بالتمثيل أنجي لا ما في غيري من هاي بالعكس أنا بحبنا جيح لألوك هيدر غيري الإيجابية طبعا غيرتها عليك أنا يمكن فتت في دومان الطب على عمري كثير صغير لأنك تحب التمثيل بس هلأ صارت شوي أغرف أغرف كنت تحب التمثيل من أنت وصغيرة أنا خلصت جامعة مدرسة كان عمري 14 سنة وعندما هو أنه أكيد أمريكيان سيستم مش باللبنان دارسة أحضت أكثر خلصت أبكر وأساس أنه لا يوجد لدي أنا مفتوح أن أصبح ممثلة وكنت مسافة على هاليوود بعدين كنا بسقوقتها في أوروب وبيم كتير حب ما كتير حبازة للفكرة فتراحت مع الوقت فأفكر أنا أعود لهذا الشي تشوف النجاح موصل من خلاله لماذا لا؟ لماذا لا؟ أنجي يعني هلأ من بعد وأنتم يكون هناك دعم وترجمة من زوجك أنك ترجمة ترجمة ويكون هناك دعم بالأول لا هناك دعم لا أكيد أنا دائما أقول أنه لازم شخص يكون عنده هدف لحتى يعمل شيء حتى قلنا يعني يمكن ما أحد أبيعرف فكرنا حتى بموضوع الغناء إذا فيه غنية بتخدم الشيء اللي نعمل اللي نعمل اللي نعمل بس بكل صراحة نحن الفيلوظفية بالحياة أنه نخلي العالم باللبنان تحب السبور لأنه بعضنا منشوف إذا النسب يعملوا سبور في عالم تضحك عليهم بعضنا منحب الأرجيلة ومنحب القصص المضرة مش عم نقول أكيد منحترم كل رأي بالنسبة للعالم بس نحن كمان يعني منجرب هذا الشيء نوصله نخلي تفوت لأكتر شريحة من العالم هذا اللي عم نعمله حتى إذا كان من خلال غنية أو تنسيل أو أي شيء بس بيخدم الشيء اللي نحن عم نعمله أكيد لهذا الموضوع نحن نحن عم نستعمل الفن لنوصل الفكرة أسرع لأنه دائما مع الموسيقى أو مع الفن يوصل الفكرة أسرع وبكثير طريقة سلسلة أكتر لا يوجد شك وخاصة لأنني تكون تحت الأضواء كمانا هذا شيء يساعد لا يوجد شك من هذا الأمر سأخذ منك أنجي كما رأينا تعمل سبور دائما وأكيد مع ربيع وحضرتك ناترا بيبي وقفت السبور ماذا تطبيقين لك؟ أنا كيس ثاني لأنه أنا مع الموسيقى فأول شهرين كنت هلأ صرت شهرين وشهرين أول شهرين أول شهر أول شهر ما كنت عارفة أول شهر فأول شهر عادة أول شهر أول شهر سأعود هلأ أوقفت هذا الشهر لأنه لا يمرق شهر وعادة ما تقول لهم للأشخاص الذين يقومون بسبور يجب أن يخففوا سبور أول شهرين إذا كانت أول شهرين لا لا كل الحكمة لا يحب أن يبدأ سبور لكن أكيد هناك أصص يجب أن تتوقف لا يمكننا أن نركض هناك كثيراً لا يجب أن نعمل كثيراً لا يجب أن نعمل لذلك لذلك ننتبه ما نعمل والأسلط كل شيء في كل شيء يجب أن نعملها من دون يوم أصلاً البنات لا يريدون لأن الكثيراً من النساء والبنات يقولون أن أبدأ شهرين أول شهرين لا يقفوا أكل ثاني يأخذون كثيراً ثقيلة العضلة يكبرون العضلة وأكثر النساء في الوطن العربي لديهم بالأسلط بالأسلط فإذا يعملوا سكوات وويت أكيد يكبر حجمه هنا نستفيد من ربيع بخصوص السبار الرياضيين يجب أن يتمرنوا بنهار يعملوا سبار كم ساعة بنهار أعرف أنت ربيع كيف تتمرن كيف تلاقي وقت لك لتتمرن أنا صدقيني يمكن تستغرب أنا أتمرن نص ساعة يمكن أنا خلقي بسرعة بديق فأنا تمريني بعمله كثير على وتمبو سريع فكل الشغل بيكون على وبشتغل أكثر منطقة البطن لأنه هي مشكلة العالم كلها أنا بقول دايماً أنه أي شيء من دون ما بيكون في إليه شيء بحلو حتى إذا كانت بناية فالجسم إذا الكور اشتغلنا عليها مظبوطة وكانت قوية أكيد بتعكس على كل على كل الجسم فأنا شغلي كلها حتى مرات يمكن ما بيكون في عنا وقت بالبات بعد ما نخلص شغل بنرجع على البات بعمل تمرينة بوذين تيرتي مينتس وها هي بتكون برجع بقول إنه ما بدا هي بس الموضوع بده زكى وحتى كمان بدي نوه لشغلي يمكن قبل زواجي أنا وأنجي كنت يمكن ما أكل كتير بس من بعد عم بأكل أكتر بس بعضي بنفس الوزن ونفس الجسم نفس الشيب فكمان كانت هي كافية لأنه توصل لفكرة زكية عن طريقة الأكل وما أحس حالي أن أنا محروم من ولا شيء وفتنا على الطاولة كل يوم هلأ في مراقبة صار أنا كتير ضد إنسان يعمل دايت لأنه سبب السمنة والأوبيزيتي بالعالم هي الحرمين في الأول هكي بترايحينا نفسيا لما تكون ذاكي مثل حضرتك أنجي عم بتقلنا هكي أنه فينا نعيش حياتنا بيتوازل لما الوحب يعمل بالنس بار أكل وحياتنا مبدا تعيدات بدنا بس نوقف لأمشي نعم ونأكل لأمشي وأكيد الإنسان ما بيقول ما بحياته بيتلاوزنا أكيد رح نشوف آخر بلاير لليوم نحن وياكم موسيقى 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 نرى موسيقى كامسة مهمة بأيناتكم كمنا بالسبور ومفتكر هذا الكور كما كنت تقول حضرتك اللي جاء معكم أتمنى لكم كل التوفيق والله يوفقكم يا راب والمشروع اللي تقوموا فيه جداً مهم خاصة بالعالم العربي لأنه بدنا بعض سقافة تنهتم بصحتنا وتنهتم بحالنا أيضاً كمانا ربيع زين أهلا وسهلا فيك معنا ودكتور أنجي كسابي أهلا وسهلا فيك ومثمن لكم كل التوفيق بحياتكم ونعاد عليكم صلاة ونعاد عليكم ماري كورسمس وهابي نيو يير لوم أخر مجهدين بريك أهلين ومبعدم متابعة موسيقى 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 موسيقى